طيب من القصص بقى اللي كانت شغلة الناس على مدى أسبوعين كاملين هي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العودي اتجاوزوا اتطلقوا حصل انفصال متابعة يعني حصل انفصال أو كده صالحوا ولا تخانقوا اه عايز اقولكوا يعني من دين الحياة برضو عجيب الزمن ان احنا دوقتي بقى القصة الترند على مستوى الفن رقم واحد في مصر النهاردة ان ياسمين عملت فولو باك او رجعت تاني عملت متابعة لأحمد العودي فالناس قالت اوه يبقى كده الامور رجعت والمياه رجعت لمجارية خاصة انه هو مليون تلاتة عمل منشور حسسنين الناس كانت عاملة اضراب وهتبقى الناس مهتمة جد يا عايز اقولك القصة رقم واحد القصة رقم واحد في مصر هو انت بتقدر ترصد كماني خالد ايه الاجز اللي بتبقى مهتمة بالاخبار شبه دي يعني مثلا ده خبر في اي معدل زمن اي مستوى زمن بستي هو بشكل عام ما نقدرش نرصد الا غير لو احنا مسكين الحساب بتاع الفنانة لكن نقدر ناخد بعض العينات ونقدر نتعامل مع الكلمة بتاعت ياسمين عبدالعزيز دو احمد العودي ونحللها ونقدر نشوف ردود الفعلة من اكتر مثلا ردود الفعلة كانت الفنانة بدرية طلبه وعملت منشور وقعدت بقى تتكلم وتتكلم عن الناس اللي كانوا بيشمتوا وكانوا بتقول لهم يعني رسالة لبعض الذين يتعدوا على الصوابع الايد الوحدة حضراتكم استعجلتم قوي واوا وبتكلم على الناس اللي شمتوا واللي اهتموا بالقصة بستاني عايز اقول لها حاجة مهمة قوي ان الواقعة كلها هي بيتبرق من الفنانة ياسمين عبدالعزيز واحمد العودي بمعنى ايه تبرق؟ يعني هما اللي نشروا المعلومات واللي عملوا انفلو وهم اللي رجعوا تاني وهم اللي نشروا صور وهم اللي نشروا رسالات غريبة ورسالات غامضة فهم هدخلوا حياتهم الخاصة بمحضة ارادتهم الكاملة على السوشيل ميديا فطبيعا السوشيل ميديا تهتم السوشيل ميديا اه وحش وانت كل ما تغذيه هيبدأ يهتم اكتر ويديك اكتر لكن كمان مش هنلاعب الناس ونقولهم والله لا اهتموا في وقته ما تهتموش في وقت بزراجر طيب